الغلاء هو المواطن البسيط لما تسأله تقوله انت حاسس بايه هيقولك انا او عايز ايه من برنامج الاصلاح الاقتصادي ايه الثمار اللي انت متوقحة من برنامج ومخليك صابر لحد الوقت يعني شعب مصر يعني مش غريب الرئيس عفتها السيسي دائما يعني يثني على يعني يشكر الشعب المصري دائما ويشيد بي والحكومة المصرية ده الاكتر من كده كمان كريستين لاجار مدير عام السندوق وامره ما حصلت انه مدير عام سندوق النادي الدولي يعني يشيد بشعب مصر بانه عنده الوعي الكافي بالاصلاح الاقتصادي وتحمل عب الاصلاحات الاقتصادية في صورة زيادة في الاسعار بعد ترشيد الدعم وبعد تحرير قيمة الجنين المصري وتشريعات زي القيمة المضافة والدعم على المنتجات البترولية والكهرباء ده كلها وهذه اصلاحات لازم تتم قدت الى رفع الاسعار لما حضرك بتتكلم على كريستين لاجارد طبعا من خلال كان بتشريد منصبها وحضرتك كنت مستشار سابق في صندوق النقد الدولي ايه اللي بيميز التجربة المصرية عن مثلاتها لان احنا لما شرعنا ان احنا ناخد قرد من صندوق النقد الدولي كان فيه مؤيد وكان فيه معارض والاتنين كان عندهم وجهات نظر تحترم وكان فيه نماذج حقققت نجاح ونماذج تاني حقققت اخفاقات ايه اللي ميز التجربة المصرية من وجهة نظرك يعني هو البرنامج نمرة واحد انه هو برنامج احنا اللي حطينا يعني صندوق النقد الدولي بيدايا ايما بعد الازمة المالية العالمية بيترك للدول الاعضاء اللي عندها ازمات وتريد مساندة الصندوق ومساعدته ماليا وفنيا في هذه الحالة يعني بيترك للدولة بحط البرنامج بتاح البرنامج اللي احنا فيه دلوقتي وبقاله سنتين وشوية حكومة المهندس شريف اسماعيل هي اللي وضعت هذا البرنامج مع المجموعة الاقتصادية مع كل الجهات الرسمية في مصر برنامج واتت بعثة صندوق وخبرات صندوق النقد الدولي راجعوا هذا البرنامج هذا البرنامج يعني يعني برنامج وطني وشامل لكل سواء كان علاج الاختلالات المالية اتنين اصلاح حياكل مشوهة في جسم الاقتصاد سواء تشريعية ومؤسسية وإلى آخره وثلاثة برامج حماية اجتماعية علشان الاصلاح معناها تكلفة الاصلاح معناها ان فيه غلاء في الاصلاحات نتيجة الإجراءات يعني كل دي أمور طبيعية برنامج وطني شامل الحاجة التانية انه تم في فترة تلس سنين علشان انت لسه عندك مشوار آخر وهو بخلاف الاسعار خلاص الاسعار بعد هذا البرنامج بصلحت الاسعار برامج المضالة الاجتماعية اشتغلت في نفس التوقيت بالزبط فبنقول مثلا البرامج الحماية الاجتماعية من أول تطوير العشوائيات خاصة زي ما بنقول الخطرة فيه عشوائيات خطرة جدا يعني وإحنا بنشوف قدامنا المشروعات حصل فيها عندي كمان تطوير الإسكان الاجتماعي مشروعات ميتين وخمسين ألف وحدة سكنية وأحيانا في العشوائي بتبقى مؤسسة فيها عفش وفرش وكلام من علشان معاناتها أولئي الناس الحاجة التالتة وهي البرامج المبادرات الرئاسية متعلقة مئة مليون صحة أنا الملائي ومرض فيروسي ده كان يعني استشرة في مصر بشكل يعني كبير جدا لذلك بشوف قدامي شباب بيموت بهذا المرض اللعين فيروسي لما أنا أعمل مئة مليون صحة ده الأسر اللي عندها يعني عي المصاب أو فارد من أفراد مصاب فيروسي بشوف رأس ما البشري قدامه بيموت ولذلك النهاردة كتير من المصرين المصابين في هذه الحالة في ظل هذه الحالة مهمة جدا ده ده يعتبر بنهاية عشرين عشرين أن مصر تبقى خالية من هذا الفيروس سي اللعين في هذه الحالة كمان حياة كريمة سكن كريم أظن فيه حاجة تاني اسمها نور نور حياة نور حياة ده فيه فيه أطفال في المدارس طبعا فيه أطفال لسه يعني في بداية عمرهم يعني مش شايف حاجة على أطفال ابتداء حتى فكرة التقزم والأنيميا كل دي برامج شكل النهاردة لما بعالج هذه الحالات يعني سكن كريم بوصل للسكن المواطن اللي هو البسيط لما يكون بيته يعني محتاج ترميم وبيته عاوز توصيلة مية توصيلة يعني كهرباء في حدود ما بين خمس أربع تلاف جنيه الحاد خمس وعشرين ألف جنيه حسب الحالة في هذه الحالة وده يعني ده كلها مبادرات في مجال الإيه الاجتماعي وكان لابد أن هي تخلق بالتوازي مع تنفيذ هذا البرنامج أنا عندي كمان فيه تكافل بالضبط فيه تكافل وكرامة للناس اللي هم يعني ليس لهم دخل على الإطلاق وكبار السن وفيه أصحاب الاحتياجات الخاصة فكل دي مسائل دي كلها برامج حمايك تماما زائد أن أنا كمان بزود مرتبات العاملين في الدولة بعلاوة استثنائية غير العلاوة الخاصة دي بتلتهم زيادة الأصحاب ما بالضبط فأنا بقول المواطن البسيط عايز إيه يقول لك أنا عاوز فرصة عمل طب النهار ده اللي ما أشوف فرص العمل ونسبة البطلة بتنخفض طب انخفضها معناها إيه معناها أنه أنا بوفر فرص عمل أنا كل سنة بيدخلي من خريج الجماعات والمعاهد العليا نص مليون شاب بنسمونه الداخلين الجدد لسوء العمل عاوزين أوه وظائف ودول اللي تكلم عنهم الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي بالضبط يا فل فنص مليون على البطلة نهاية كنتك سنويا من الشباب بالضبط أستاذ الشام فكل سنة بتخلي نص مليون عاوزين شغل وده من الزيادة السكانية اللي احنا فيها اللي هي فنص مليون انت لازم تجيب له شغل وكمان مطلوب من الحكومة تسحب من البطلة المتراكمة من السنين فاتت